ضغط الدم المرتفع المعروف أيضا بارتفاع ضغط الدم هو مشكلة صحية شائعة غالبا لا تظهر له أعراض مما أكسبه لقب القاتل الصامت إذا ترك دون علاج فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية إن فهم هذه الحالة أمر بلغ الأهمية لحماية صحتك سيجهك هذا الفيديو خلال أساسيات ارتفاع ضغط الدم سنتعمق في أسبابه وأعراضه واستراتيجيات الوقاية منه وخيارات علاجه في النهاية ستكون مجهزا بالمعرفة اللازمة لإدارة ضغط دمك بشكل فعال تذكر أن المعرفة قوة عندما يتعلق الأمر بصحتك تخيل أن الأوعية الدموية مثل الطرق السريعة التي تنقل العناصر الغذائية الحيوية والأكسجين ضغط الدم هو القوة التي تبدل على هذه الطرق السريعة عندما يضخ قلبك الدم عندما يكون هذا الضغط مرتفعا جدا بشكل مستمر فإنه يجهد قلبك وشرايينك بمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر ومشاكل صحية خطيرة يقاس ضغط الدم بالملل لمتر الزئبقي أو مم زئبق القراءة الطبيعية هي عادة حوالي 120 على 80 مم زئبق أو أقل يمثل الرقم العلوي الإنقباضي الضغط عندما ينبض قلبك يقيس الرقم السفلي الإنبساطي الضغط عندما يستريح قلبك بين النبضات هناك نوعان رئيسيان من ارتفاع ضغط الدم الأساسي والثانوي ارتفاع ضغط الدم الأساسي وهو النوع الأكثر شيوعا يتطور تدريجيا بمرور الوقت دون سبب واضح يمكن أن تساهم عدة عوامل في تطوره العمر يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في السن التاريخ العائلي إن وجود فرد من أفراد العائلة مصابا بارتفاع ضغط الدم يزيد من مخاطرك النظام الغذائي غير الصحي النظام الغذائي الغني بالملح والدهون المشبعات والكوليسترول يمكن أن يرفع ضغط الدم قلة النشاط البدني تساهم قلة النشاط في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم السمنة يشكل الوزن الزائد ضغطا إضافيا على قلبك وأوعيتك الدموية ينتج ارتفاع ضغط الدم الثانوي عن حالة طبية كامنة قد تشمل هذه الشروط اضطرابات الغدة الدرقية بعض الأدوية يطلق على ارتفاع ضغط الدم غالبا إسم القاتل الصامت لأنه نادرا ما يسبب أعراضا ملحوظة في مراحله المبكرة يظل الكثير من الناس غير مدركين لحالتهم حتى تتطور ومع ذلك قد يعاني بعض الأفراد من الصداع خاصة في الصباح نزيف الأنف عدم وضوح الرؤية التعب ضيق في التنفس من المهم أن تتذكر أن هذه الأعراض يمكن أن تشير أيضا إلى مشاكل صحية أخرى لذلك من الضروري استشار طبيبك للحصول على تشخيص دقيق لا تعتمد أبدا على الأعراض وحدها لتحديد ما إذا كنت مصابا بارتفاع ضغط الدم تعد الفحوصات المنتظمة ضرورية لاكتشاف الحالة وإدارتها مبكرا القسم الخامس تعديلات نمط الحياة خط الدفاع الأول يعد إجراء تغييرات إيجابية في نمط الحياة أمرا ضروريا للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته يمكن أن تؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على مستويات الضغط الدم لديك النظام الغذائي قلل من تناول الملح اختروا الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة قلل من الدهون المشبعة والمتحولة تحكم في أحجام حصصك التمارين الرياضية أسعى لممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة في معظم أيام الأسبوع اختروا الأنشطة التي تستمتع بها مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات تغييرات نمط الحياة الأخرى حافظ على وزن صحي الإقلاع عن التدخين قلل من تناول الكحول إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق القسم السادس التنقل في عالم الأدوية في بعض الحالات قد لا تكون تغييرات نمط الحياة وحدها كافية للتحكم في ضغط الدم قد يصف طبيبك أدوية للمساعدة في خفض أرقامك تعمل أنواع مختلفة من أدوية ضغط الدم بطرق مختلفة تساعد مدرات البولي جسمك على التخلص من الملح والماء الزائد مثبتات الإنزيم المحول للأنجيو تنسين ترخي الأوعية الدموية عن طريق منع هرمونات معينة حاصرات مستقبلات الأنجيو تنسين على غرار مثبتات الإنزيم المحول للأنجيو تنسين ترخي أيضا الأوعية الدموية تمنع حاصرات قنوات الكالسيوم الكالسيوم من دخول خلايا الأوعية الدموية مما يؤدي إلى الاسترخاء من المهم جدا تناول أدويتك تماما كما وصفها طبيبك لا تتوقف عن تناولها دون استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حتى لو بدأت تشعر بحال أفضل تذكر أن الدواء يكون أكثر فاعلية عند دمجه بعادات نمط حياة صحية القسم السابع أهمية الفحوصات المنتظمة تعد فحوصات ضغط الدم المنتظمة ضرورية للجميع بغض النظر عن العمر أو الحالة الصحية الكشف المبكر هو مفتاح الوقاية من المضاعفات إذا كان ضغط دمك طبيعيا فيجب فحصه مرة واحدة على الأقل كل عامين إذا كانت لديك عوامل خطر للإصابة بارتفاع ضغط الدم فقد يكون من الضروري إجراء مراقبة أكثر تكرارا أثناء الفحص سيقيس طبيبك ضغط دمك ويقيم صحتك العامة قد يوصون أيضا بتغييرات في نمط الحياة أو يصفون أدوية إذا لزم الأمر كن استباقيا بشأن صحتك حدد مواعيد منتظمة مع طبيبك وأبقيه على علم بأي مخاوف أو تغييرات في صحتك القسم الثامن العيش بشكل جيد مع ارتفاع ضغط الدم قد يكون تلقي تشخيص ارتفاع ضغط الدم أمرا مربكا لكن من المهم أن تتذكر أنه حالة يمكن إدارتها باتباع توصيات طبيبك وإجراء تغييرات إيجابية في نمط الحياة يمكنك أن تعيش حيان طويلة وصحية إليك بعض النصائح للعيش بشكل جيد مع ارتفاع ضغط الدم ابقى على اطلاع ثقف نفسك بشأن حالتك وكيفية إدارتها كن استباقيا تناول أدويتك كما هو موصوف واحضر جميع مواعيد الطبيب قم ببناء نظام دعم تحدث إلى عائلتك وأصدقائك عن حالتك لا تخف من طلب المساعدة تواصل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاور تذكر أنك لست وحدك يعيش الملايين من الأشخاص حول العالم مع ارتفاع ضغط الدم ركز على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها مثل خيارات النمط حياتك وأعمل عن كثب مع طبيبك لإدارة حالتك بشكل فعال القسم التاسع تمكين نفسك بالمعرفة المعرفة هي أقوى أداة لديك في مكافحة ارتفاع ضغط الدم كما زاد فهمك لحالتك زادت قدرتك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتك إليك كيفية تمكين نفسك اطرح أسئلة على طبيبك لا تتردد في سؤال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي شيء لا تفهمه أبحث عن مصادر موثوقة للمعلومات استشر مواقع الوايب والكتب والمنظمات ذات السمعة الطيبة مثل جمعية القلب الأمريكية انضم إلى مجموعات الدعم يمكن أن يوفر التواصل مع الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة دعماً ومعلومات قيمة تذكر أن إدارة الصحتك هي رحلة مدى الحياة أبقى على أطلاع وكن استباقياً ولا تخف من الدفاع عن صحتك القسم العاشر تولى مسؤولية الصحة قلبك اليوم ارتفاع ضغط الدم هو حالة خطيرة لكن يمكن الوقاية منه وإدارته إلى حد كبير من خلال تولي مسؤولية الصحة قلبك اليوم يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذا القاتل الصامت بشكل كبير وتحسين صحتك العامة إليك ملخص لأهم النقاط أفهم ما هي ارتفاع ضغط الدم وعواقبه المحتملة أعرف أرقامك أفحص ضغط دمك بانتظام تبنى أسلوب حياة صحي للقلب اتبع نظاما غذائيا متوازنا ومارس الرياضة بانتظام وأدري التوتر تناول أدويتك كما هو موصوف واحضر جميع مواعيد الطبيب ابقى على إطلاع وكن استباقيا بشأن صحتك صحة قلبك بين يديك اتزم بإعطاء الأولوية لها اليوم واستمتع بغد أكثر صحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر